سهل رمضان نورتنا عبر الإمارات اليوز ونورت دبي يا هلا فيك بنوره بوجودك ووجود كل الشعب الإماراتي وكل الشعوب اللي عايش في دبي مين اليوم عن المشروع اللي عم تطلقه خصوصاً انه هو حيلخص خلينا نقول مسيرة حياتك اليوم نحن عنا الكلكشن طبعاً الان اف تي خاصة بالميتافورس هل هالشي اللي أنا بيعتبره هلأ هو المستقبل قدام واللي بيعتبره للأجيال القادمة راح تعرف قيمته كتير كبيرة بشكل كتير كبير وأنا دايماً من أول يوم دخلت فيه مجال الفن أو من أول يوم دخلت فيه بالحياة العملية مش بس بالفن يعني بحب أنه واكب كل شي جديد وبحب دايماً يكون عندي أب ديتس على كل شي جديد عرضت علي فكرة أنه الان اف تي وأنا أورادي كان عندي شوية باكراوند عن الموضوع لا شك الموضوع بعد شوية صغيري بعده شوية صعب لأنه بعده سباشل جيلنا والجيل اللي قبلنا بعده شوية صغيرة مش كتير عم يستوعب الفكرة فكرة الميتافورس بس إذا بتطلع بالجيل اللي بعدنا اللي هو التوينتيز هو اللي بتلاقيهون عارفين أكتر أكتر بهذا الموضوع عملت سيرش كتير على الموضوع حبيت الفكرة كتير حبيت خوض هذه التجربة عملنا كولكشن أن أف تي حتكون بتشبه كاركترات أنا عايشة وعالم كتير بتعرفها عني يعني اليوم اللي بتابعني على الإنستغرام بيعرف أنه ساعد بيحب الرياضة كتير سواء عاملين أن أف تي خاصة بالرياضة بيعرف أنه ساعد بيحب الموتو كتير الموتورسايكل سو كمان عاملين شي خاصة بالموتورسايكل إذا شفت الفيديو اللي نعرض قبل شوي كمان عن 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 الشي اللي بعمل لك كبزنس يعني كشركة العقارات بتركيا بلو دايموند كمان هايدي آآ حيكون إلى أن أف تي سو كل شي بيشبه ساعد رمضان ترجمنا به هيدا لأن أف تي وبيها الكولكشن يعني واللي صار كمان أنه حبينا نعمل الكمبين تبعنا ونسميها إتس بوسيبل لأنه هيدا أكتر شي أنا بالحياة تعلمته أنه ما في شي بالحياة مستحيل وهي دي كمان اللي بتابعنا بيعرف أنه دايما أنا بقول هيدا الكلمة ودايما مؤمن مش بس أنه بقوله أنا دايما مؤمن أنه بالحياة ما في شي مستحيل ما يعتبره هو مشروع بزنس آآ لكن أنت يعني ولا فنان اليوم نحنا شفنا أقضم على هاي الخطوة فهي تعتبر خطوة جريئة منك فأديش هيك يعني متشجع لإله أو متخوف منه لا متشجع أنا بحياتي ما خفت من شي أنا بعمل اللي علي بدرس الموضوع بشكل صح بسلموا لناس اختصاصيين بهذا الموضوع وبيفهموا أكتر مني بهذا الموضوع آآ وبتكل على الله يعني بالآخر آآ 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 بنبسط أنه أنا من الأوائل الناس اللي يفكروا بهذا الموضوع آآ آآ ودايما بس على هادا القصة أنه أنا دايما كون السباق بالإشياء يعني أوقات تثبت معك أوقات ما بتثبت معك بس أنه بحاول قد ما فيه تكون دايما السباق بهذه القصص آآ بس هتشوف كثير آآ أشخاص أو فنانين آآ هيفوضوا فيها آآ قريبا جدا يعني لأنه برجع بقول لك هيدا الفيوتر بس للعالم تنتبه له آآ 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 بي بي آآ أو بس الفنانين حينتبهوا لأكيد رح يكون إلهم دا لأنه آآ بي 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 برات العالم العربي تسعين بالمية من الفنانين فاتوا بهذا الموضوع تسعين بالمية سو أكيد أكيد بالأيام القادمة رح يكون فيه تواجد أكتر للفنانين العربي يعني كثير شخص توصفك بأنك شخص هادي بحياتك الشخصية أو العاطفية أو الاجتماعية شو صحة هالموضوع آآ آآ هادي آآ أنا حدا آآ أنا هادي حدا هادي يعني ماني شو اسمه وأنا أكتر من أنه هادي أنا حدا يمكن آآ ديسيبليني يعني آآ يعني آآ ملتزم كثير بيعني يعني for example أنه أنا لازم أسرا وأربعة عشر سنة خمس عشر سنيني بعمل رياضة كل يوم آآ بحط أناens منظم يعني بحط أنه ولا أنا مسماً هالسنه هل وأفتح هذاut فتح لك تليفوني دائما كل سنة كالسنة أنا مسلاً أول يوم بون جانوري حطشو بدي للسنة لا 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 لسنة قال لا هالف Santa Evolution أنا حاطف ألفين وتلاته عشر مثلاً مثلاً فfor example أنه في عدد من الكتب لازم وخلصون حاطت أسامي الكتب في مبلغ معين لمعاش Let's digital لازم في حاطت مسلا شغلي من جود شيب مسلا أنه أنا لازم صيفي حاط براسي أنه صيفي يكون الشيب تبعي رياضيا يكون كثير مني أحلى من الساعة من اللي قبل حاطت كثير أصص يعني. سينة بتحطوا بتحققون ولا في أشياء ما بتتحقق مع؟ في أشياء أكيد ما بتتحقق بس أغلبية الأشياء بتتحقق. أغلبية شوية معلومات عنك لالفين ثلاثة وعشرين بالزبط هو أشياء من الأشياء يعني حاطت مسلا أنه استعمل تليفون أقل شوية صغيرة مع أنه شغلنا بيحتم أنه تضل أبداية دائمة. شو السبب؟ لأنه أوقات بياخد وقت شوية وقت. أوقات بياخد وقت لا شك أنه لازم تكون موجود دائما وضغط خلينا نقول وقت وضغط تنينات ومع بعض. يعني أنا مسلا ما ما بحضر تليفزيون فالكزمبل لحتى ما أسمع الأخبار بس أوقات على السوشيال ميديا بتصير بدك تضطر تشوف وبتشوف وهلا قصص شوية بتزعجك بس لمهرب من السوشيال ميديا ولا مهرب من التليفون شأن Brittany Byronة يعني يمكن هذا أكتر أكتر مطلب حاطة بالإلخا savage عام عارف وما راح يتحقق يعني عرفت كيف بس. العية عن بسع الضبط. قديش متعاطي في اليوم مع عضية تساعد لمجرات؟ اليوم مع فكرة حطيت ستوري وساعد صديق كثير عزيز على قلبي. يصار مع ساعد بالنسبة لي أنا ما لنني محامة ولني آآ ملم بالقضايا وهالأصاص. بس أنا عندي شعور ايه اكزاكلي اربية منه قوي أنا على فكرة قبل ما فوت على السرقة كان من كنت صاحبي انا يعني أنا من الفين وسبعة صاحبي انا وسعد. بس آآ بحس انه في لعبي من ورا هيدا الموضوع يعني فيه شي مدبر لسعد. ان شاء الله الله يفك اسره وان شاء الله تمرق هال المحاكمة على خير. آآ لانه حدم بحجم سعد وبنجاحات سعد وبكل شيء وسعد حرام يروح هيك يعني حرام بلحزة من اللحزات او بهك غمضة عين متل ما يقولوا يروح. فبتمنى له كل توفيق والله لا يدر حدا اكيد. كتير من الفنانين بالفترة الماضية اتعرضوا لنقد كتير كبير آآ بسبب الاحداث اللي صارت الزلزال يضرب سوريا وتركيا بانه وقفوا اعمال او ممكن تبرع او اعلنوا الموضوع. فشو ريق انت بهاي النقطة. اي نقطة بالزبط فيه. اذا الفنان ممكن انه يعلن انه هو قديش تبرع او انه يعمل حفلة واقدمه. لازم تقول لانه اليوم انت لما تقول غيرك بتشجع وهيدا اللي صارع فكرة. اليوم لما فنان واحد بلشت بفنان واحد تبرع قام بالتاني غار صار بديو تبرع والتالي صار بديو بت بتشجع العالم بمحل من المحلات لازم تقول وفي محلات لأ اكيد ما لازم تقول بس بمحل من المحلات لازم تقول آآ آآ بي 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 هادي قصة الهو القصص انا مع انه الواحد يقول لاش لا يعني. لقيت الخبر وقت اجا الموضوع. شوف نحنا بلبنان صار عنا هزي كمان بس اكيد مشي قدم قدم اللي صار بسوريا اللي صار بسوريا شي كتير صعب كتبت من حرقة قلب انا آآ آآ اولا لبنان سوريا واحد يعني انا هاي دي دايما بقول ل لبنان وسوريا هني شعب واحد وبلد واحد شو ما بيصير على سوريا بيصير على لبنان وشو ما بيصير على لبنان بيصير على سوريا وهي دي هاي دي من تاريخ تاريخ جدودنا يعني معروفة انه كل شي بيصير بالسورية بدي يصير بلبنان والعكس صحيح عرفت كيف تأثرت صار اقتصاديا بسوريا بدي يصير بلبنان آآ زعلت من كل قلبي لأنه الشعب السوري ما بيستهل كل اللي عم بيصير فيه من 11 عشر سنة أو أكتر يمكن كمان اللي عم بيصير بالشعب السوري كتير صعب كتير كتير صعب بالآخر وبالآخر بترجع بتشوف الشعب السوري عنده حفلات وعايشين والمثل متل اللبنان متل اللبنانية اللبنانية كان بالحرب بالجنوب كان يكون الله يرحمه الشهداء يكون في حرب بجنوب بتلاقي العالم صهراني صهراني ببيروت وشعب محب للحياة وبدوا يستمروا ما في اوبشن تاني يعني ما عندك اوبشن تاني بدك تستمر الحياة بده تكمل هذا اختبار من عند ربنا سبحانه وتعالى بدك تكمل ما فيك تجي تموت حالك بالحياة يعني عرفت كيف انه واحد هو عايش يموت الله يرحم كل الشهداء والله يصبر أهلا بعرف الموضوع مش انه كبير بس اكتر من كبير اللي صار اكتر من كبير بس الحياة بده تستمر آآ بدنا نكمل بدنا نرجع نوقف على اجرينا آآ اللي توفوا هني مكانهم بالجنة بإذن الله وبربنا سبحانه وتعالى بإذن ربنا سبحانه وتعالى حيكون مكانهم بالجنة بدنا نكمل وبعدنا بدنا ندل مستمرين شو ما صار يعني لليس ساعد بتحن للطفولة خصوصا انه في في فيديو لقلك نازل وانت بالبيت لا نزمت 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 هايدي بتعرف شو عنجا اترجعتني كتير لورا ما في حدا ما بيحل الطفولة عرفت كيف مع انه انا بحب كل مرحلة بحياتي كل مرحلة تقلي هلأ احلى مرحلة بحياتي بقلك هلأ ازاي بتسألني من عشر سنين اي احلى مرحلة بقلك من عشر سنين عم تفهمش قصدي بعيش حياتي بعيش كل كل مرحلة حلوة كل مرحلة بالحيات حلوة اليوم انا هيدا المرحلة بحسة نضوج جسديا الحمدلله مرتاح عقليا صار تفكر احسن بكتير من قبل ماليا ماليا احسن اكيد لشك على بعد الازمة اللي صارت بلبنان موضوع تانية بس انه بس انه انه اكيد احسن حمدلله احسن سو كل مرحلة بحياة حلوة وبعد على الاربعين هيكون احسن المرحلة حلوة وعلى الخمسين كل كل مرحلة الى حلوتها طويل ان شاء الله نتمنى لكل التوفيق وهيك تقلنا كلمة اخيرة هيك لكل المتابعين الامارات النيوز لكل المتابعين الامارات النيوز ان شاء الله ضل هيك عن تحسن نظامكم ودايما هيك كل شي بقدمه يعجبكم لانه بالاخر انا كل اللي عم بعمله كرمال 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 تحبوا هيدا الشي اللي عم بعمله سعادة رمضان